اشتركوا في القناة انت تعرف ان الثورة الجزائرية يعني شغلت ومازالت تشغل الناس العدو والصديق القريب والبعيد ولكل منطقة منجزاتها فهناك بعض المناطق سبقت اخرى في الكتابة عن تاريخ الثورة فيها والتعريف باعلامها وهناك منطق اخرى مازالت بين وبين منطقة سوف هناك بعض المبادرات والكتابات وانت واحد من بينهم ولا كان نصيب في هذا المجال استاذنا لا بفعل هذا شيء ملاحظ وان فيها مناطق واخص بذكر المناطق الشمالية هي التي سبقت كل المناطق الأخرى خدرت الولايات الثالثة منطقة القبائل لا 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 اكصد لا 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 يصدها للثالثة هناك عدة نقول لها المدن الشمالي بسيفة عمى لا اكصد لانه حطهم لعم بدوره المهم ولكن دور المميز وأقوله وبافتخار افتخار أن منطقة السوف هي من المناطق التي بادرت سواء في الجمعية الولماء أو الحركة الوطنية وبين قوسين الزعيم الحركة الوطنية الحاج أحمد مصري الحاج أحد أذي ربما أقولها لأول مرة أو ليسمح المستمع السوفي صحيح إذا كما بيكوثين أقول المستمع السوفي لأن ربما الناس كل يسمعونه المستشار الرئيسي هو أحد من أبنى سوف هذه في الثلاثينات أو الزلاثينات هو الشهيد أحمد نصبع الذي لا لينا الحقة بصراحة ولحد الآن لا يعرف الكثير من الشبان ربما حتى من الجيل الذي سبقنا لا يعرفون من هو أحمد نصبع صحيح وعلى ذكر الحركة الوطنية هناك كثير من الشخصيات من سوف كانوا من أعلام وقيادات الحركة الوطنية ثم المنظمة الخاصة قبل الثورة ربما بعض الأسماء نالت حظها والبعض الآخر لم تنل هذه هي ترجى ربما للبحوث العلمية أو البحوث الأكاديمية صحيح شامع المؤرشين الأكاديميين ربما من حصن حظ المنطقة أن هناك أصبحنا مدينة جامعية والسوف أصبح مدينة جامعية وهذا المطلوب ومطلوب وأولحه على هذا المنبر أن الدقاطية في التاريخ أو رجال العلم في التاريخ يهتموا بهذا الجانب وهذا الشيء ربما لي لتركني أنا شخصيا سكتنا سكتنا بالاخرى قدرنا صرخة صمت في هذا الكتاب هذا الأول اللي باكورها صحيح رغماء طالب العربي جامودي نعم يعني أول كتاب تقريبا حول هذه الشخصية القيادية أول مرة لأنه مع الأسف كان متهما بالتمرد صحيح تشويش وتمرد تشويش أنا مشينا قبل كلمة التشويش بيكون بصاحة في راجل كما هذا تمرد على من؟ التمرد على ما تمر الصمام صحيح بصراحة نعم وليس هو مفردين وليس هو واحدة صحيح ما تمر الصمام هناك مؤيدين ومعارزين له بن بلا مثلا وقياد أكثر من الشخصيات كانوا معارزين له فعلا المهم تمت بعض التصفيات مالأسف شديدة أقولها كان ضحية يعني مؤمرة ضحية ضحية عدم قبوله نقولش عدم قبوله لأن هذا لبما تسجل في التاريخ سي العربي موش قد نقوله لأن سي الطاب العربي شهيد طاب العربي الله يرحمه جاهل استدعاك بقية قادة المناطق لأنه هو قائد أكبر منطقة في الثورة صحيح ليه منطقة جنوب الشرقي صحيح أكبر منطقة صحيح يعني في أواخر 1956 1956 يعني كانت تحت قياداته جنود يعني جنود جيش التحرير صحيح 1320 1320 جندي صحيح يا رجل حتى في صبابيهم وتقشيرهم ما بالك بلباسي ما بالك بأكله ما بالك بسلاحي ما بالك بذخيرتهم هذا الجنود فقط جنود من جملة 1320 جندي هناك 950 من هنا منصوف صحيح 59 من خيار الرجال وشبان ذلك الوقت من الواتسوف هذه واحدة ثانياً المنطقة باش تذيري الناس تعرف أن المنطقة التعطير ما يقولنا أكبر أكبر منطقة أكبر من أحد أي واحد أكبر منطقة لأنها تشمل جنوبه تونسي كامل تونسي كامل من أمبير العاتر حتى السخيرات ولا بشينا أعرف السخيرة حتى البنغردان حتى الأراضي جديد ليبيا حدود ليبيا تونسي منطقة العربية في تبهيد السلاح لو لاه ما كان يمر السلاح من نلوت إلى الرديف وفي المرديف يتحول إلى جبل الأوراس هذه واحدة ثانياً والله بارك صحيح سين المسلم يقول أنشأ أو كون أو أمر بتكوين هذه هذه المنطقة خلي أن كل وار أروخ رواق 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 خليها تابعاً للمنطقة تاعها هي منطقة ما بين جبلية ما بين نجرين إلى غاية بالعاتر هذه المنطقة كاملة ليه لأن كل وار باش يجد يمر السلاح بدون يحرج إلى الأولاس ثم منطقة تعسوف تبدأ من من بلعاتر من بلعاتر من بلعاتر من بلعاتر إلى غاية ورقلة ثم تدور إلى غاية غدامس ليس بسيطة هذه هذه منطقة العسكرية هي يقول فيها الطب العربي والمنطقة المدنية أو التنظيم المدني كان يقول فيها الحاجب الشغربي من حاسي خليفة صحيح لأنهم يقولون ما أعرف صحيح كتاب كثير من الأفكار وضحت أن أعطيت فكرة تاريخية وأصبح الآن ربما الكتاب الانتهاء لم يقولوا أصبح مرجعاً تاريخية بالنسبة لنا وبالنسبة كذلك للتوانسة أخواننا اللي رامعونونا في تونس وهو جنوب التونسي أخذوا منه عديد مننا واعتمدوا عليه وأصبح مرجعاً عندهم صحيح الآن كتابي الثالث كتاب البعض هو الأمجات سواء ثورية أو علمية أو تاريخية أو دينية شخصيات وهو الأول لكل حال إذا أخذنا ربي من العمر مكمل للثاني وزربت بالخرج لهذا التاب الثالث هو خاص بمزازة رمضان 57 هذه مياه ورابعين شهيد صحيح في رمضان ما بين رمضان ما بين أربعة أبريل سب وخمسين إلى غاية ثمانية في في الثمانية وخمسين هو فرنسا تكتف تعدم في المناظرين رمضان واحدة يعني من أربعة إلى غاية سبع وعشرين أربعة رمضان إلى غاية سبع وعشرين رمضان أعدمت فرنسا بدون محاكمة بدون حتيب بعد التعذيب والقتل أعدمتهم يعني سلاثة سبعين واحد ثم بعد تكمل تحقيقاتنا تعود كل شخصيات ثورية وشخصيات سياسية هذا غربي هذا بشير مكتفوش بتعذيبك بقية الناس صحيح صحيح عذبا ثم قصة لحبة بالمنجل بالمنجل نعم مقص خاص ومكفاشي لا زيبوا عليه الكلاب نحات لهدين يكون من لطا صحيح صحيح كيمات هالزوه طيشوه في الصحراء ما بين سمبري منطقة ذي كتابة نكاية تنبيه يعني حتى يعتبر بعد مرموها في العربي تيروا عليه برصاص يعني هو حي مخافوا منه وهو ما يخافوا منه لولا 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 بعد السراح أو رعاة الغنم في منطقة ذيكا سمعوا السيارات تعال الفرنسيس وتعال الأسكر كي يطلوا يشهر في لسنتاعة وتيروا عليها رصاصور خادلها يطلوا من بعيد يخافوا من الأسكر المساكن بعد ما راحوا راحوا ورقوا هو عريان طول يعني كما لحمتها مكسوس ومضلوب بالرصاص هم تدفنوه صحيح 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 والله يرحمه يعني شيء مؤسس من مجاز الاستعمار وأيضا هذه العملية يعني فرنسا لما اكتشفت هذا التنظيم يعني هللت به واعتبرته نصر كبير حتى بين بعض القيادات الفرنسية قالوا أن منطقة تصوف هذه أصبحت أوراس ثانية هذا لكوست آه يوا هذا القائد العام حاكم العام الفرنسي هذا في جوان ستة وخمسين قبل المجزرة قبل المجزرة في جوان خمسة وخمسين كي تقوت المعارك اللي قادها الطاب العربي في الحدود في المنطقة هذه بين بالعاتر والنقرين وهناي ثاني كذلك حمال أخذ حتى هنا ثاني المعركبة تحت بي دي بي ومعركبة تحت بي أوت تسفنصير ومعركبة تحت حنظرتم خسائر كبيرة كبيرة جدا من نسبة الفرنسيين صحيح هذه ميش بسيطة هذه صحيح لحاسة الجنرال سوستان هبطة هنا الولاد وندم صحيح ندى بحظة ندى بحظة في هذه المنطقة ووعدة بقتل المناظرين وقتل كل من يتعلم العثور الآخرية صحيح صحيح وهذا مبين أن منطقة سوف لم تكن فقط منطقة مرور السلاح وعبور السلاح بل كانت منطقة ثورية هذا الخطاء هذا الخطاء بكل صراحة وقوله بكل صدق صحيح هذه الكلمة قيلة عام ثلاثة وخمسين مصطفون بالعيد قال نتركوا المنطقة هذه مؤقتا ليس دائما هذه المشكلة ولكنني رفحها ونشرها ونقول رب يهديه صحيح قال أننا قررنا أن منطقة السوف منطقة مرور السلاح وليس منطقة كفاح بالعكس بالدليل بالتطبيق وثقتها في كتبتها وثقتها وثقتها أنا مصطفون بالليد تراجع على هذا القول لأن كانت آخر 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 فياجها أو الأخ الكارفان تعجمها من مادة أسلاح اللوراس انتهت صحيح في مارس ستة 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 وخبسينة ستة العرب صحيح صحيح إذن كيفية ستة سي مصطفون العيد الآن ينتظر في الليستة والنوفمبر والتي لم تقع في بلاد ينبى ينباه وأعطى الأمر لحمى الأخضر وجاء حمى الأخضر وجاء حمى الأخضر جاء حمى الأخضر قبل قبل الليستة والنوفمبر وجاء سي عباس مدني قبل أول نوفمبر عباس مدني جاء نصب أول خلية على بالك ولا ذكرتها عباس مدني نعم مبعوث من طرف أحمد ميلودي وعون عبد الرحمن صحيح عون الله عبد الرحمن وأول معركة وقعت في 17 نوفمبر هاي 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 أول معركة عيوه لا مش تكون في 17 نوفمبر وفي أول نوفمبر أول نوفمبر كاس ليه لأن شرحته في كتاب بتاعك لأن لأن حمى الأخضر كيتم إرساله من الأولاس مش تدي المعركة أو سبقة تعيين فريق من مجهدي من مقاتلين ستة سبعة اللي يشاركوا أو سربتاش واحد تليتو صحيح في المعركة بتاعي يحضروا اللواركة 17 نوفمبر صحيح موش انها 17 نوفمبر هايزو شلاحو قالوا نعم هايذك سبقة تدريبات سبقة تكوين التكوين صحيح وتلميلي أنا واحد من عميش واحد من ودع عنده واحد من أجمار واحد من حالس خليفة مو مش كلهم من بلدة واحدة من مقرأ مثلا صحيح ولكن كيجي حمار أخذر هنا البلاد كيجي حمار أخذر هنا البلاد طبعا بشي دهم على عائلته في جديدة جديدة الشرقية يعني نقولوها لان كان جديدة الغربية أو كان جديدة الغربية أو جديدة الغربية أو جديدة الشرقية القائمة نعطاه تم احتجازه وهما طرف القومي هاي خليها محجوزة ولا يتوهديها المرنة هاي سبحان الله هردي مزوجة قومة جي وراح لبشكته بصراح هذيك المزوجة وهو ضربة قومية وكذا ماذا يقول الشيخته يقول فرنسا أو لا يقول يا مضطر الشيخته الربيع قال لها يا حمار أخذر إذا ربك أحب وظف عند الدولة الفرنسية مسهلة هذه موش نظر نظرها نظرها نظر حكاك خبيب سهلة الشيخ هو اللي راح للتسماء وقال ندخلوك حتى عشر ايام أو خمسيان حمار أخذر إذا أنا حمار أخذر يقول لها الشيخ الربيع هو معركة ها موش ممكن هذا هو جي سريا هو إذا استعد حمار أخذر إلى دخول السيزن مدة عشر ايام أو واحدة عشر يوم وسيبوه إذا ما كنت سيبوه سيبوه بعد أول نوفمبر كي جي أول نوفمبر تبع جماعة في غوت كريمة وفرنسا تتبع جي هوية ليلة أول ليلة ليلة 17 نوفمبر كان معا مع جماعة في غوت كريمة هود كريمة هود كريمة كي جيت لفرنسا هو اللي قاد المعركة صحي 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 في الليل خرجوا يخي طاقة شعباني مضروب الله يرام حتى سيبوه عم جاسم مات كي راحوا بقى نجوه إذا في الجانب الآخر شي يطلع على الناس على التالي خنتاحهم موش يسكشو كذا في الجانب الآخر مصمم بليش شغبه مصمم بليش شغبه مصمم بليش شغبه يتبوه في الراديو قال كيفاش الواد الراديو مقالوش على الواد إذا حمل أخذوا الراحة أين هو حمل أخذوا الراحة بعثت عمور المستيري وفي عندي تصريح كتابيا عندي عمور المستيري بعثتا قال روح شوفوا تشوفوا ما وقع فيها حمل أخذ مبانش لهو اللي جمعته وش بيه ماذا كي جان هنجمع قالوا لا راهم فاتوك راهم هاو شقاع شقاع ورهم داروا المعركة في 17 نوفمبر وراهم سروا إلى الشمال تبقى حمل المستيري ليه تبقى حمل المستيري كي تبقى حمل في التبردقى هذه قاعدة عسكرية تبقى مصطوب يتبع لهذه الأولى قام ثم قام أصناش إذا نقص بالقسم صحيح صحيح لا شك يعني كثير المعارك ما زالت تتطلب وقفات كثيرة وتشيح يعني وتعريف بها هؤلاء المناظلين الأشاوس كذلك يعني كان كثير من بالإضافة القيادات المصبحات معروفة بالعمر الرجيلاني الطالب العربي قمودي حمال أخضر كان هناك أيضا من كان في جبال الأوراسة أوراس المامشة لأن الواد كانت قبل تقسيم بعد مؤتمر الصمام كانت تتابعة للولاية الأولى بالتالي يعني حتى في بعض المناطق في خانشلا وفي كذا في المعارك هناك شهداء من الواد إذن هذا من ناحية كذلك الجالية كبيرة كانت في تونس والقاعدة الثورية في تونس اللي تأسست بأمر من شحاني بشير وشحاني بشير كما ذكرت وأكدت أنه سوفي لأنه كان البعض ما كانواش عارفين بلا هو سوفي أصلا نعم الأغلبية وكنا سألنا المجاهد زروالي اللي كان يقول يسر على أنه شيهاني شيهاني بالفرنسية وشحاني يعني أصيل منطقة سوف كما ذكرت أبوه والوالد كانت تاجر تمور إذن سيا عبد الحميد يعني السوافة كان موجودين في جبال الأوراس كان موجودين في تونس في القاعدة الثورية هناك قيادات سعيد عبد الحي هالي عبد الكريم وكانوا أيضا ضحايا المؤامرة كما طلب العربي قامودي لا هي المؤامرة صحيح لا أعرف كيف أصفها صحيح كانت مرحلة صعبة لا لأن كلمة مؤامرة ربما خطائك وأقول خطايا أو خطايا واختارتك بثثنا الصورة وكثير من الصورة تلقى فيها الأخطاء فهنا تانا مش لا ليهونك من يقول تآمر من فرنسا يعني هي كانت لها اليد الطاولة لا لا أحتمال جدا في الخنق تونس ونظام بورقيبة في ذلك الوقت لا لا أقول هذا لا أقول هذا يعني كانت هذه التأويلات العربية أربما هم أكثر مني علمنا على كل حال تبقى الكراءات مختلفة صحيح صحيح وكل واحد يبني على ما توفر لهم لكن المهمة يؤكد أن أنا بصيفتي كان محامي أراج القانون الحقيقي أراج الطريق ولكن هوايته التي أخذتني بشكل كتب على بلادي صحيح لأن ما كان هناك واحد يكتب على الطاول العربي وما كان هناك واحد يكتب على مزادة رمضان مثلا أو على الأمجات مثلا ولكن هذا الشيء يجعلني أنا أنا كراج القانون إذن البحث يكون يرتكز على الأدلة الإثبات الأدلة الإثبات صحيح أن العلاج التأكتب الأغلبية كأنها لدي قضية قضائية بصراحة وبالتالي يحس أنك متحفظ أكيد أن تحفظ لديك أدلة صحيح ليس ممكن أن يأتي واحد يكتب لك في الجريدة مثلا في الجريدة مثلا مقالة ويحتمد على قالة وقالة 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 هذن فيش قالة وقالة هذا طريق رجال من ذلك أستاذنا قضية ما يسمى بمؤامرة تونس التي ذهبوا فيها بعض القيادات من أنه لم يمشى من يؤكدون القراءة أنها الزروال غالب فيها نعم وبينه محمد زروال جوابت أنا فيها هذه واتكى على شهادة الوردي قتال على ما أعتقد نعم نعم هذا لم يقالة صراحة هو كان متحيزا حتى كان يسمع فيها فهو رجل متحيز رغم علمه لا مالسف إذا كتب إنسان في التاريخ لازم يتجرد من العاطفة صحيح صحيح إذا كان هو معاهم اليوتنى محمود هذا اليوتنى محمود هذا كان يوتنى عند فرنسا وجندوه جماعة متمرر الصمام وعطوه الولايات محمود الشريف محمود الشريف محمود الشريف ومن جنده هذا محمود الشريف جنده لذر شريت أصبح ويحاكم في شريت وحكم عليه بالعدام وهل هذا معقول هذا كل جزر والعقل بكل صراحة وإنما حظتش مرة يفات حتى كان إذا ضغطني شوية لا لم حق فيك لا لا له كامل له كامل احترامنا وقد كتب على جهاته وعلى المنطقة صحيح صحيح بدنا المجهود يعني كبير وحنا كتبنا على جهتنا وكتبنا هذا كل واحد يكتبه صحيح صحيح وهذه سمعني هو الادلة ربما عند أعطر مني كي صراحة يعني ولكن ما يقولش متحيز ليه لماذا أقول هذا كلام لسي محمد زروال هناك مراقب مجاهد مراقب ظابط مراقب الحدود هنسي تسمع لكل حال هو ذات أدلة أستدلة به في كتابه صحيح وهذا المراقب هذا دار رابورد دار تقرير تقرير وبرأ سعدة بالحي برأه من عملية هذه وبرأ جميع إذا برأ سعدة بالحي معناها برأ جميع السوفاء صحيح أكيد وهم هم السوفاء هم هاربع من الناس السوفاء بصراحة سيدة بالحي وهالي وشكيري وأحمد دارفلي من هم السوفاء هذ هل تطلعون له مردية هجموا على مثلا هجم على لكانية هذه واحدة ثانيا هذه واحدة ثانيا من هو الذي أسد على الضباط المامشة و الضباط غير المامشة من هل ستعهم ستعهم عبيت الغرور بشح المشكلة هناك مشكلة الصلح قصد الصلح صحيح مستعد يعني فرضية المؤامرة هذه مستعدة جدا لا هو يقول مؤامرة تأسوافة صحيح ثانيا ما نقول غباوة لا هذا مقادة لهم كل الاحترامات صحيح تونس لا تونس ما زالت تحت فيماية الفرنسية أكيد أكيد وهذاك هم تخلبوا القابل للحكوم بصراحة ما زالت ترتب في أوضاعها ما زالت الأمن الأمن العسكري الأمن السري الأمن المادي سياسي ما زالت تابعة فرنسا كيفية تدير متمرن تابعة في توس العاصمة باينة في لاكانية وماذا ما يكون في الحدود بالمناسبة لاكانية هذه تابعة في لا في توس العاصمة الملك عبدالعزيز الشريف هاشمي عبدالعزيز الشريف لا عبدالقادر الشريف عبدالقادر الشريف نعم الوالد يعني هذا هو نعم هاي في صورتك صحيح لأنه بعض يتحدثوا عن لاكانية وينسوا بشي يقولوا برأي زاوية القادرية وحدها عبدالقادر الشريف هدانهم قصر يعني على ما أعتقد في تونس في حيلة كان يعني في تونس العاصمة نعم أستاذ عبدالحميد الحديث معك ذو الشجون وسيفتحنا الشهية ولشك حتى المتتبعين لديهم أسئلة وتساؤلات والهدف دائما هو استبيان الحقيقة التاريخية وليس محاكمة للناس يعني كلهم ماتوا يعني يغفر الله لنا ولهم فمن أخطأ نتمنى له المغفرة والرحمة هو من أصاب نتمنى له الجنة والرضوان هو الخطاء هو يجيب الصحيح صحي 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 نحن نصح بعضنا بعض وهذا هو المغفرة لا ننسلوش بسواء فرانسا أو الله غيرها أكيد أكيد حبدالله الصفيل ثورة صافية بالدليل هنا الصفيل استقبلنا مع فرانسا صحي حققت الهدف الأساسي هو الاستقلال نعم أستاذنا القدير شكرا على هذه اللمسة الطيّة الجلسة الطيبة وهذه الاستفاذة والحديث عن هذه الكتب المؤلفات التي نتمنى من طلابنا وتلميذتنا أن يقرؤوها وأن يتعرفوا على تاريخ ثورة في سوف وتاريخ ثورة الجزائرية عموما إذن في الأخير نتمنى لكم أجمل الأوقات والتحيات وإلى الملتقى